المورد الثالث والثلاثون الكامل جزء عشر في صفحة ثلاثمائة واحد عشر ثم دخل السنة أربعة عشرة وستمائة سنة ستمائة واربعة عشر ذكروا عدة حوادث قال في هذه السنة في المحرم كانت ببغداد فتنة بين أهل المأمونية وبين أهل باب الأزج بسبب قتل سبع وزاد الشر بينهم واقتتلوا لاحظ من أجل حيوان اقتتلوا وصارت الفتن فيما بينهم وزاد الشر بينهم واقتتلوا فجرح بينهم كثير فحضر نائب الباب وكفهم عن ذلك فلم يقبلوا ذلك وأسمعوه ما يكره فأرسل من الديوان أمير من مماليك الخليفة فرد أهل كل محلة إلى محلتهم وسكنت الفتنة واضح جدا أن الأمر والنهي والقوة والسطوة للمماليك في دولة الخلافة العباسية الإسلامية العربية القرشية الهاشمية فكيف إذن الحال في دولة المماليك ودولة مماليك المماليك ودولة مماليك مماليك المماليك غير القرشية غير العربية فأين إذن يا عقول يا إنصاف يا ضمائر يا بشر يا ناس فأين إذن دليلكم وحديثكم وحجتكم التي احتجشتم بها على الأنصار صحابة رسول الله وحمات الإسلام ورسوله وحمات رسوله الكريم وآله وأصحابه المهاجرين صلى الله على محمد وعلى آله وصحابه وسلم فأين الحي من قريش وأين العرب التي لا تقبل بغير هذا الحي من قريش بل صار ابن تيمية المدافع الشديد عن سلطان وخلافة وإمامة المماليك ناكرا جاحدا بحديث وحجة الصحابة المهاجرين على الأنصار في سقيفة بن ساعدة فهل هذا يكشف عن ميل تيمية لعرقه وأصله غير العربي أو لدافع آخر سؤال يحتاج إلى تحقيق وتدقيق